نشرة الأخبار تأتيكم من اي تي بي العدالة وتتابعون فيها وزير الداخلية للحكومة إمكانية إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلاد الكهرباء الأعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتربية تقدم العطلة الصيفية ترشيداً لاستهلاك الطاقة وزير التعليم العالي يشكل لجنة لفحص شهادات الموظفين الكويتيين والمقيمين وتتابعون أيضاً الأزرقية تقدم في تصنيف فيفا الشهري ومن العنوين إلى التفاصيل أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن البطاقة المدنية هي المصدر الأساسي للمعلومة الأمنية التي تحتاجها المؤسسة الأمنية مبيناً أن للحكومة إمكانية في إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلاد جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية بوزارة الداخلية عقب ترأس الشيخ فهد اليوسف اجتماعاً عقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحضور وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله الجوعان وضم ممثلين عن المعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية ممثلة بقطاعي الأمن العام وشؤون الإقامة والجنسية وأشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة وضع تصور شامل لتحقيق الربط الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المعلومات من مصدر واحد وسعي إلى تحديث البيانات أولاً بأول وتجديد الرقابة عليها بما يحقق الفعالية التامة للمعلومات الصحيحة والدقيقة في تحقيق الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات وذكر البيان أن الاجتماع ناقش دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة وطبيعة عكاسها على الوضع العام في البلاد وتوثيق جميع البيانات المطلوبة من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وأضف أن الاجتماع أكد على ضرورة وجود بيانات واضحة ودقيقة عن البطاقات المسجلة لكل عقار سكني أو بيت ولكل قصيمة تتضمن معلومات المالك وعدد المسجلين فيها وإلزام مالك العقار بإبلاغ الجهات المعنية في حالة خروجه من العقار ودخول مالك جديد وضرورة الربط التام بين بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية حذرت وزارة الداخلية من أن الروابط البنكية من الحسابات الشخصية نظير وظائف تحصيل الأموال قد تؤدي إلى التورط بجرائم النصب والاحتيال ودعت الوزارة إلى تجاهل أي شخص يعرض عليك راتبا مقابل قيامك بإيجاد روابط الدفع بهدف التحصيل المالي مؤكدة أن هذه الروابطات تساهم في عمليات الاحتيال وتجعل منك شريكا في الجريمة في ظل دعوات وزارة الكهرباء إلى الترشيد ورغم اللجوء إلى القطع المبرمج في بعض المناطق يستمر مؤشر الأحمال في الارتفاح حيث بلغ عند الواحدة والنصف من ظهر اليوم 16241 ميجاوات خلال فترة الذروة وعددت الوزارة بعض أسليب الترشيد أبرزها ضبط التكيف على 24 درجة مئوية وإغلاق الأنوار في الأماكن غير المستغلة وتأجيل استخدام الغسالات والنشفات والأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع إلى فترة ما بعد الذروة وبدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإعلان عن المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال أوقات الذروة من الساعة الحدية عشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء لمدة تتراوح ما بين الساعة إلى الساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك وأوضحت الوزارة في بيان أنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي دعت قوة الإطفاء العام إلى تجنب استخدام المصعد خلال الفترة المحددة للقطع المبرمج للتيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وقدمت الإطفاء وإرشادات في حال توقف المصعد أو انقطاع الكهرباء تتضمن الالتزام بالهدوء وعدم الارتباك والقلق الضغط على زر الإنذار لطلب المساعدة عدم محاولة فتح باب المصعد تجنبا لتعريض الحياة للقطر الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لطلب المساعدة الجلس على أرضية المصعد لتخفيف التوتر وانتظار وصول المساعدة بتوجهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربائية على الدولة أعلنت وزارة التربية في بيان لها عن تقديم العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية للمرحلة الابتدائية ابتداء من نهاية دوام اليوم المواثق العشرين من يونيو 2024 وتقديم عطلة كافة العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية ابتداء من يوم الاثنين القادم 24 يونيو 2024 وأوضحت الوزارة أنه سيتم دمج مقاري لجان امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية وفق جدول تفصيلي سيتم الإعلان عنه لاحقا على أن يستمر دوام المكلفين في المرحلة المتوسطة والثانوية بأعمال امتحانات الدور الثاني والمكلفين بأعمال التصحيح والمراقبة خلال هذه الفترة كما هو معمول به سابقا مع تخفيض ساعات العمل ليكون انصراف العاملين في مقاري الامتحانات المتوسطة والثانوية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عادل العدواني قرارا وزريا يقضي بتشكيل لجنة مختصة في فحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000 وذلك برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي وتتمثل مهام اللجنة في التطقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة وبحسب القرار فإنه يحق للجنة تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها على أن تقدم تقريرا دوريا كل شهر عن أعمالها لوزير التربية وترفع له تقريرا ختميا عما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة عملها المحددة بستة أشهر أعلن وزير العدل والأوقاف وشؤون الإسلامية دكتور محمد الوسمي أن وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ قد بدأت بالسداد عن الفئات المستفيدة من حصيلة الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين فزعتكم فرحة لهم إثنين وذلك بشكل مباشر وفق القواعد وشروط المقررة كما أعلن الوسمي أن الوزارة مستمرة في السداد للغارمين المستحقين حتى نهاية الحملة التي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء واهتمام مباشر من وزير العدل بتوطين العمل الخيري داخل البلاد ودعم كافة الجهود التي تخدم المواطنين علما بأنه يتم إرسال إشعار للغارمين المستفيدين من الحملة عبر تطبيق سهل عند السداد مع رفع الإجراءات من قبل الإدارة العامة للتنفيذ بشكل فوري بعد السداد أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة وصناعة تسع محلات تجارية بشكل فوري وبالأمر المباشر في أحد المجمعات التجارية المتواجد بمنطقة السالمية وذلك لقيام تلك المحلات بعرض وبيع بضائع مقلدة شملت حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية وأوضحت الوزارة في بيان صحفية أن المضبوطات تقدر بستة ألاف قطعة مشيرة إلى أنه تم إحالة القائمين على هذه المحلات إلى النيابة التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية بحقهما ولفتت إلى أنه تم رفع اسم الكويت من الدول الأكثر انتهاكاً للملكية الفكرية بسبب تشدد إدارة الرقابة التجارية في ضبط من يتاجرون بالسلع المقلدة أظهرت بيانات الإدارة المركزية للأحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم محلياً بنسبة 3.17% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوية وقالت الإحصاء في بيان إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل الماضي وأوضحت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لأسيما الملبوسات والمواد الغدائية والتعليم والكيساء توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني أن يكون تقص اليوم خلال نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهاراً وحاراً إلى مائل للحرارة ليلاً مع ارتفاع النسبي في الرطوبة على المناطق الساحلية وقال مدير الإدارة عبدالعزيز الجراوي أن البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة وأحياناً رطبة نسبياً ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على فترات خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على المناطق الغربية ليكون التقص شديد الحرارة نهاراً وحار إلى مائل للحرارة ليلاً مع ارتفاع النسبي بالرطوبة على المناطق الساحلية كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيفه للمنتخبات عن شهر يونيو 2024 وشهد التصنيف العالمي لهذا الشهر ارتقاء الكويت مركزين على الجدول نحو المركز 137 وذلك بعد النتائج التي حصل عليها المنتخب في التصفيات الأسيوية المشتركة وحجده مقعداً في كأس آسيا 2027 ومقعداً في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026 وحافظت الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي منذ ديسمبر 2022 حين توجد بلقب كأس العالم قطر في وقت لا تزال فرنسا في الوصافة وبالنسبة لمنتخبات آسيا فلم يحمل التصنيف الشهري أخباراً سارة للمنتخبات العربية فقد شهد تصنيف فيفا تراجع المنتخب القطري بطال آسيا مركزاً نحو المركزي الخامس والثلاثين وتراجعت السعودية ثلاثة مراكز لتحتل المركز 56 عالمياً تشارك أكاديمية سبارك سبورت في بطولة العالم للمراحل السنية ماتكاب والتي ينظمها نادي ريال مدريد وأتلاتيكو مدريد بالتعاون مع اتحاد رياضة كرة القدم في مدريد وعقدت سبارك سبورت مؤتمراً صحفياً بحضور أولياء أمور اللاعبين لشرح مراحل البطولة التي تمثل فيها دولة الكويت والعرب بمواجهة العديد من الفرق العالمية فيما أكد رئيس وفد سبارك سبورت لبطولة العالم الكابتن أحمد أشكناني أهمية احتكاك اللاعبين الصغار بالتجارب العالمية لثقل مواهبهم وتنمية قدراتهم المزيد في تقطية كاميرا الأخبار طبعاً البطولة هذه فريدة من نوعها ما فيه فريق عربي يشارك فيها بطولة ماتكاب بين إدارتين ريال مدريد وثلاتيكو مدريد سووا بطولة عالم مسغر للاعبين المراحل السنية فهذه البطولة فريدة من نوعها احنا الفريق العربي الوحيد اللي يشارك بهذه البطولة بشهادة جريدة الماركة الأسبانية فهذا بحث ذاته شكل وايد كبير رح نباري أندية عالمية مثل رياس والداد أول مبارا عندنا وعندنا ثلاثة كوميدريد وعندنا أندية أخرى من المكسيك والبرازيل وكذلك الصين واليابان جميع دول العالم فهذا بحث ذاته فايدة واحتكاك للاعبيننا الصغار أن يحتكون مع العالم في لعبة كرة القدم عشان يردنون لكويت عندهم فايدة وايدة كبيرة بخبرات جدا مميزة معاكم يوسف أحمد الكندري ولي أمر اللاعب عثمان الكندري حارس المرمى طبعا جزائهم الله خير سبارك أكاديمي سبارك أكاديمي كانوا طبعا فكرة طيبة جمعوا فيها عيالنا وطبعا كانوا متحمسين لعيال علشان يروحون أسبانيا وطبعا قال لي الفكرة الولد طبعا في البداية أنا كنت شوي متردد لكن لما شفت ما شاء الله المجموعة اللي معاهم واللاعبين والعيال اللي موجودين الحمد الله طمأننا نفسي شوي والحمد الله سجلنا للولد والحمد الله الجماعة ممقصرين وما شاء الله يعني الأولاد مرتاحين في الأمور هذه وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن هناك يستفيدون ويتحملون المسؤولية والجماعة إن شاء الله طبعا هذه هي عيالنا وعيالهم إن شاء الله ما هم قصرين إن شاء الله صلاح الشطي والد اللاعبين فواز الشطي وتميم الشطي بالبداية أحب أشكر أكاذمية سبارك سبورت على هذه طبعا الاحتفالية اللي أنا أسميها بالنسبة حق عيالنا اللاعبين وطبعا أحب أوضح بأن مشاركتهم هذه طبعا راح تشجعهم على الاعتماد على النفس وانتمنى طبعا أن تكون مشاركتهم يعني ناجحة وكذلك أحب أشكر طبعا جميع أولئاء الأمور اللي ساهموا وشجعوا لك أكاذمية سبورت على طبعا على هذه المشاركة وعلى هذه الفعالية اسمي فوازي صراح الشطي لاعب كلمية سبورك سبورت وأتمنى من كل اللاعبين لهم التوفيق أنا اسمي محمد علي بلوشي والبطولة أنا متحمس لها بالروح اسبانيا وإن شاء الله يعني تخليني لاعب أفضل مدتها أسبوع راح يكون فيه ستة مباريات لللاعبين طبعا عندي فئتين عندي تحت ثمان سنوات تحت ثمان سنة عندي نخبة من المدربين المميزين راح نشارك فيهم بإذن الله البطولة راح نمثل دولة الكويت أفضل تكريم للدولة وتشريف كذلك في دولة اسبانيا بإذن الله راح نشارك في بطولة اسبانيا تابع لفريق ريال مدريد وثلتكو مدريد بطولة ماتكاب نشاركين إن شاء الله بفريقين فريق تحت ثلاث عشر سنة وتحت ثمان سنين وإن شاء الله نرفع اسم دولتنا الحبيبة لكويت بمجهود أبنان اللاعبين واختلاطهم مع الفرق الأوروبية وإن شاء الله نضيف شيء سمعة لهذا البلد اللي عطاننا الكثير والكثير وإن شاء الله نرفع اسم الكويت نرفع إن شاء الله اسم الأكاديمية طبعا الكويت ولادة بلاعبينها المميزين فإن شاء الله نرد الكرة مثل ما كانت باحتكاك لعبين الصغار من الحين مع دول العالم اشتركوا في القناة